والي إنشيري سيد إدريس دنبا كوريرا اجتماعا مع سلطات لدارية والأمنية في الولاية وخلال الاجتماع أعطى الوالي توجهاته بضرورة تقريب الخدمة من المواطن بشكل سلس وأكد الوالي أن الهدف من وجود السلطات هو الحرص على إسعاد المواطن وخدمته داعيا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات للوصول إلى عمل نوعي ومتكامل وحث الوالي سلطاتي على الالتزام بأوقات الدوام ومتابعة المشاريع المنفذة في مناطق عملهم بجد وإخلاص منوها بالتركيز على إنجاح الحملات المقام بها للنهوض بالتعليم وإنجاح الحملة الزراعية بعد موسم الخريف المتميز الذي عرفته الولاية هذا العام وعقب الاجتماع كدال والي أن توجيهات سلطات العليا في البلد تركيز على الاهتمام بالمواطن والسهر على خدمته في مختلف المصالح الإدارية هنا من أجل خدمة المواطنين وهذه تعليمات فخامة رئيس الجمهورية نقرب الإدارة من المواطنين ونهتم بمشاكل المواطنين وبالهم اليوم للمواطنين وإذن نلتزم بطوابط الإدارية والنظم والمساطر القانونية التي تنظم عملنا كسلطات المحلية وإذن نلتزم بأوقات الدوام هذا مهم جدا نلتزم بأوقات الدوام وكل واحد يعتني بما يخصه في عمله حسب القوانين والنظمة المنظمة لعملنا وهذا هو المهم في هذا الاجتماع وأيضا فيما يتعلق بالتنسيق أريد أن يكون التنسيق والمتابعة في الأمور كلها وأيضا فيما بيننا يكون التنسيق فيما بيننا دائما في كل الأمور دائما ننسق الأمور فيما بيننا حتى نستطيع أن نتعاون في خدمة الولاية والمتابعة أيضا في الأمور نتابع الأمور نقيم الأمور دائما حتى نستطيع أن ننجز شيئا إن شاء الله